كرة القدم ليست علم اثنان زائل اثنان يساوي اربعة او حسابات دقيقة كرة القدم لها علاقة بالارادة والتنظيم الاهلي منظم جدا ولديه تحدي ولديه الاصرار على الفوز وهذا ما رأيناه نحن منتبهون جدا وعلى دراية بتحدي واصرار هذا الفريق لدينا الخبرة من هذا الفريق تعايشنا سويا وقادرين على المواجهة بثقة واصرار للفوز في الوقت المناسب والمكان المناسب سنظهر لتحقيق الهدف وهذا ما تدربنا عليه وهو التركيز واللعب سويا بتحدي لتحقيق الهدف ولو استطعنا اللعب بالمهارات الفردية واللعب الجماعي المنظم واذا استطعنا فعل ذلك سوف ننجح في المباراة كما نرى الأهلي فريق يلعب بتحدي ولديه شخصيات مؤثرة في اللعب ويملك تمريرات مهمة فلابد أن تدافع أن ترى وقت الهجوم المناسب وسوف نرى هذا وهو تحقيق الهدف أما من خلال تمرير أو من خلال كرة ثابتة أو من خلال مهارة فردية ومهارات أفراد الفريق لا بد من التركيز على أنه في وقت الهجوم نكون مستعدين للعودة للدفاع وكذلك في الكرات الثابتة واستخدام المهارات لحسن استغلالها كما تم التدريب على ذلك أتمنى من اللاعبين أن يكونوا في هدوء وإلهام وتركيز شديد ومن الممكن أي لاعب منهم أن ينجز المباراة وذلك من خلال مهاراتهم الفردية في أرضنا في البرتغال نقول أن التواضع يصنع الكثير والأهل استطاع في المرة السابقة إحراز هدف وكان يستطيع فعله أكثر من ذلك وهذا يظهر مهارات خاصة لأفراد فريق النادي الأهلي وهذا ما سوف نعتمد عليه أفراد فريق многие سوف نعتمد؟ شكرا